ما أجمل المسابقة في الخيرات والمنافسة في عمل المبرات فإن كان السلف قد اجتهد في إنشاء الأوقاف فأمام المعاصرين فرص عظيمة للإبداع فيها فينبغي استثمار التقنية المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة في عمل الأوقاف الدعوية والتعليمية والتربوية ومن ذلك إنشاء قنوات فضائية هادفة تدعو إلى الله تعالى وتعلم الناس أمور دينهم وتساعدهم في تربية أولادهم وقف خوادم إنترنت سيفرات لتخزين المحاضرات والتلاوات وبثها على الشبكة العنكبوتية إنشاء مواقع على الإنترنت للدعوة والتعليم وقف صفحات على منصات التواصل كالفيسبوك وتويتر والواتس أب وغيرها للدعوة إلى الله تعالى وقف مراكز علمية للرد على الشبهات المثارة حول الإسلام وحول القرآن وحول الشريعة ودعم الباحثين فيها وقف برامج حاسوبية ومكتبات بحثية في شتى العلوم الشرعية لمساعدة الباحثين وطلاب العلم والدعاء وقف صحف ومجلات ورقية وإلكترونية للدعوة والتعليم والإرشاد وقف مراكز لترجمة المحاضرات والكتب الشرعية لأهم اللغات الحية ليعم نفعها في أنحاء العالم ولدعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام وقف مراكز للبحث العلمي في مجالات التكنولوجيا والصناعة وغيرها للنهوض بالأمة الإسلامية ودعم استقلالها عن الأمم الأخرى وقف الحقوق الفكرية لما ينفع الناس ويحتاجون إليه فيسمح بطباعة الكتب النافعة وتصنيع الحاجيات الضرورية لعموم الناس وقف سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية الحديثة كأجهزة اللوكسجين والحضانات للأطفال المبتسرين وقف النقود في محافظ نقدية استثمارية فيكون المال موقوفا في تلك المحافظ وتصرف أرباحه في وجوه البر وقف دورات مياه في المواقف والحدائق والأماكن العامة ليرتفق بها الناس وقف دور الرعاية الاجتماعية لكبار السن والمعوقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وقف مؤسسات التكافل الاجتماعي لرعاية المحتاجين من أفراد المجتمع كالأرامل والمطلقات والأيتام والمجال مفتوح للإبداع والأفكار الجديدة لعمل الأوقاف الخيرية والتوفيق حليف من أحسن العمل وأخلص النية قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين